النهاردة طبعا صحينا على كارثة كروية جديدة ويمكن بمناسبة طبعا الحادث الأليم اللي أصاب بإندونيسيا اتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام نعى ضحايا أحداث مدينة ملانج الشرقية في إندونيسيا يعني مع التمني طبعا بأن تسود الروح الرياضية في جميع ملاعب العالم حادث مأساوي نتج عنه وفاة 174 شخص على الأقل وإصابة أكتر من 180 شخص خلال حادث تدافع للجمهير في أثناء عمال شغف في واحدة من المباريات في الدوري الإندونيسي ودي تعتبر يمكن أعتقد يعني أعتقد نعلوم مش مؤكده بس أنا بيتهيالي أنه دي أسوأ كارثة حصلت في ملاعب كرة القدم وطبعا بعد الحادثة ربطة الدوري الإندونيسي أعلنت طبعا عن توقف المسابقة وإجراءات للتحقيق في الكارثة وعبعدها وملابساتها ويعني في انتظار نتائج التحقيقات خلص تعزينة طبعا يعني حقيقة يعني الكوارث اللي من النوع ده بتبقى مؤلمة ومؤثرة جدا جدا الناس بتفقد حياتها في مباراة رياضة ده شيء الحقيقة يعني صعب أو الواحد يتحمله أو يفهم اشتركوا في القناة